طيب أروح بسرعة إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي عشان نطمئن من خلاله على آخر الاستعدادات والترتيبات لمباراة سيمبا التنزاني واليوم النهاردة الفريق كان بيستانف تدريباته بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها بالأمس زميل العزيز فاروق صلاح برحب بيك على شاشة قناة الأهلي طبعا كل التحية لك الزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان عايزة أطمئن من خلالك أولا الصفوف النهاردة مكتملة بعد الراحة السلبية بالأمس النهاردة التدريب اجتمل على فقرات بأي شكل ممكن متاح بالنسبة لك تشرح لها اللي حصل فيه التدريب والمحاضرة النهاردة ممكن إيه أبرز التصرحات أو أبرز الكلام اللي تكلم فيه بيتس موسيماني مع اللاعبين قبل مواجهة سيمبا إن شاء الله والدوافع كمال اللي ممكن تكون عند اللعيبة في هذه المباراة بالضبط زميل العزيز محمد تقدر تقول النهاردة الفريق مكتمل الصفوف بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها فريق النادي الأهلي عقب مباراة المريخ السوداني اللي انتهي بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق وصعود النادي الأهلي رسميا إلى الدور الثمانية برفقة فريق سيمبا سريعا فريق النادي الأهلي ومجهاز الفني أفل صفحة مباراة المريخ بكل ما فيها وبدأ أنه يفتح صفحة مباراة سيمبا مباراة لسه ذات أهمية عند النادي الأهلي وعند الجهاز الفني مستر بيتسو مسماني النهاردة قبل انطلاق المران عقد محاضرة فنية مع اللعبين حملت شقين يا محمد تكلم على شق نفسي ويتكلم مع اللعبين على التحضير للفترة القادمة الفترة القادمة عندنا سلسلة من المباريات عندنا سلسلة من التحديات عندنا مباراة سيمبا التنزاني ثم مباراة النصر في كأس مصر ثم مباراة الزمالك في الدوري مجموعة من المباريات اللي بتقبل التحديات والنادي الأهلي مستر بيتسو مسماني بيتكلم مع اللعبين بيجاهز اللعبين لهذا الأمر الشق الثاني لشق المحاضرة الفيديو اللي تكلم فيها مع اللعبين على بعض الأخطاء اللي وقع فيها اللعبين في المباراة الأخيرة مباراة المريخ السوداني أكيد فيه إيجابيات فيه سلبيات من الأمور اللي يعني مستر بيتسو مسماني تكلم فيها مع اللعبين أن اللعبين كان عندها الدافع أنها تلعب لآخر دي وأنها تحقق التعادل آه عندنا سلبيات كتير لكن فيه إيجابية مهمة جدا أنك لو مش في يومك بتقدر تحقق أو بتتجنب الهزيمة وقف على بعض الأمور طبعا سواء في الأخطاء في الناحية الدفاعية أو بعض الأمور فيه اللشق الهجومي إن شاء الله يعني خلال الفترة القادمة لعيب النادي الآلي والجاز الفني هتلاشى كافة هذه الأمور ثم محمد انطلق المران في تمام الساعة الرابعة والنصف يعني بدأ بشق البدني مع كابيلو مخطط الأحمال استمر الخمسة وعشرين دقيقة ثم بعض الوحدات التدريبية الخاصة أيضا بتحمل ما بين الشق البدني والكورة اشتغلها اللعبين أيضا مع مستر كابيلو مخطط الأحمال ثم الفقرة الرئيسية أو التأسيمة الرئيسية مستر بيتسو مسماني أسم اللعيبة لفريقين في الوقت اللي أنا بأكلمك فيها محمد التأسيمة شغالة من الأمور اللي لفتت النظر في التأسيمة يعني قبل ما نكون موجودين معاك حالة التقلق اللي عليها محمد شريف أيضا حالة التقلق اللي عليها نصر نصر مير أيضا وليد سليمان ديانج والسولية أيمن أشرف ياسر بريم بدر بنون يعني برضو محمد كلمت في نقطة مهمة جدا واضح أن بدر لسه متأثر بعدم انضمامه للمنتخب المغربي ولكن لعيب النادل آلي يعني عايز أقولك أن سعد سمير وليد سليمان الشناوي كلموا مع بدر بنون يعني خلاص النسي هذا الأمر يبدأ يركز في الفترة القادمة هو واحد طبعا من العناصر المهمة سواء لفريق النادل آلي أو للمنتخب المغربي فرصته إن شاء الله قادمة مع المنتخب المغربي أطمنك أيضا محمد على حالة العيبة المصابين وكان لنا حديث مع الدكتور رحمد أبو عبلا بالنسبة لعلي معلول معلول دلوقتي بيستمر في البرنامج التأهيل الخاص معلول ماشي عليه بصورة يعني تقدر تقول صورة منتظمة خلال يومين القادمين هيتم تقييم علي معلول إن شاء الله من النزول إلى التدريبات الجمعية ويكون موجود مع الفريق يعني غالبا محمد بنسبة كبيرة علي معلول ممكن يكون خارج حسابات النادل آلي في مباراة سينبا التنزاني جازع يفضل إن هو يريحه في هذا اللقاء وياخد فترة راحة كافية أيضا محمد محمود خلاص في المرحلة الأخيرة من مراحل التأهيل تقدر تقول إن محمد محمود يعني قدامه إسبوعين ويكون موجود في التدريبات الرئاسية والتدريبات الجمعية بالنسبة للمحمود وحيد يعني بتتكلم خلاص من إسبوع إلى عشر رتيام هيكون موجود مع فريق التدريبات الجمعية الفريق النادل آلي أيضا حمد فتحي تطميننا على حمد فتحي من خلاله دكتور رحمد أبو عبلا قال إن هيتم عرضه اليوم على الطبيب اللي أجرى العملية ليه حمد فتحي إن شاء الله من الغد إن شاء الله يعني عاقب عرضه على الطبيب اللي أجرى العملية هيكون فيه تواصل ومن الغد هيتم بتحديد البرنامج التأهيل اللي هيبدأ يشتغل عليه حمد فتحي تمام فاروق طيب أنا كنت في بداية كلامي في تريند الآلي واتكلمت على آخر أخبار السوشيال ميديا قلت مباراة الأهل وسينبا التنزاني حتى الآن في استاد القاهرة الدولي من خلال أربك من التدريب وكلامك مع كابتن سيد فيه تعديل ممكن يكون تم خلال الساعات الأخيرة؟ بالفعل زميلي العزيز محمد سعيدة تم تعديل وتم تحديد ملعب أستاد الأهل والسلام اللي هو ملعب مباراة الأهل وسينبا التنزاني والمباراة تكون في تمام الساعة التاسعة مساءً طيب الناد الأهل كان طلق نعم؟ بالفضل يا فاروق يعني محمد في هذا في الناد الأهل بالأمس طلق خطاب باستضافة استاد السلام لمباراة الأهل وسينبا التنزاني في تمام الساعة التاسعة اللي من المقرر أن يعني ويدرها تحكمياً الحكم مصطفى غربال الحكم الجزائري اللي كان أدار لقاء الأهل والزمالك في نهاية دور أبطال إفريقيا تمام زميلي العزيز فاروق صلاح بشكرك شكراً جزيلاً لكل هذه المعلومات والإضاحات وكان الخبر الأبرز مباراة الأهل وسينبا التنزاني ستقام على استاد الأهل والسلام يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لست مستمرين معكم كمانين باقي فقرات برنامج التريند